بهاد الفيديو بنا نحكي عن مرضين جدا مهمين وبيعتبروا من الأمراض الأكثر شيوعا اللي ممكن تصيب جهاز التنفس عند الإنسان أول مرض هو مرض الربو الرئوي يلي منسميه باللغة الطبية داس أسما بخونشيالب والمرض الثاني هو مرض الانسداد الرئوي المزمن واختصاره COPD جاي من جملة بالإنجليزي هي ومنسميه باللغة الطبية الألمانية يسعد لأوقاتكم دكاترتنا ودكتوراتنا وطلاب الطب وكل واحد عم يحضر الفيديو أنا اسمي فادي حسين طالب طب سنة سادسة بجامعة درسدن بألمانيا وهذا الفيديو هو أول فيديو من سلسلة مادة الصدرية تي بولمونولوجي خلونا أول شي نحكي عن تعريف المرضين بشكل سطحي من دون ما نفوت بالتفاصيل لنقدر بعد شوين نتعرف عليهم بشكل أفضل مرض الربو الرئوي تاس أسما بخونشيالب هو مرض التهابي مزمن يعني كخونش انتونتلش وبيتميز أنه فيه تشنجات بالشعيبات الهوائية قابلة للإنعكاس أو قابلة للرجوع عن طريق دواء معين كلمة تشنجات بالشعيبات الهوائية منسميها باللغة الطبية وجاي من كلمتين بغونشو أو دي بغونشين يلي هي الشعيبات الهوائية وكلمة داش باسموس يعني التشنج وممكن نقول عليها باللغة الألمانية دا كرامف أو دي كونتراكسيون وهي التشنجات ممكن تأدي إلى أنسيدات في الشعيبات الهوائية يلي منسميها دي بغونشي على أبستروكسيون وكلمة غيفرزيبل هي يعني قابلة للرجوع أو قابلة للإنعكاس وعكسها هي كلمة غيفرزيبل غالبا بيتم تشخيص المرض عند الأطفال بما دون سن الـ 12 وفي كتير عوامل ممكن تلعب دور بالإصابة بهذا المرض أهم هي الحساسيات دي ألاقين أو العوامل الجينية أو العوامل الوراثية اللي مسميها دي جيناتيك أما بالنسبة للمرض الثاني اللي عنا مرض الإنسيداد الرئوي المزمن COPD فمثل ما قلنا هو جاي من جملة للإنكليزي ومنقول بالألماني هو مثله مثل الربو مرض التهابي مزمن يعني فيه تشنجات بالشعيبات الهوائية ولكن واحد من الفروقات بينه بين الربو إنه هاي التشنجات أو الإنسيداد غالبا بيكون غير قابل للرجوع أو للإنعكاس عن طريق دواء فمنقول عنه إغفازيبل ومن الفروقات التانية اللي بيختلف فيها هاد المرض عن مرض الربو الرئوي إنه تشخيص المرض بيكون عند المرضى ما فوق الستين سنة وأكتر شي بيلعب دور بتشكل المرض هو التدخين حيث أن ما تسعين بالمئة من مرض الإنسيداد الرئوي المزمن بيكون عند المدخنين بشراعة تاني شي بدنا نحكي عنه هو الأعراض المرضية مرض الربو بيتميز بوجود سعال جاف غالبا في المساء أو في الصباح الباكر يعني تخوك نهوستن إنس بسندغ ناختس ون فرو مورغنس مرض الربو ممكن يصيبه النوبات من صعوبة التنفس أو ضيق في التنفس منسميه أنفلس آتيج لوفت نوت أنفلس آتيج يعني نوبات أو بشكل تناوبي لوفت نوت يلي هي باللغة الطبية دي دي سبنو وتعني ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس أما بالفحص السريري دي كيربلش أنتزوخن وأثناء التسمع يلي منسميه باللغة الألمانية دي أوسكولتاتسيون فمنسمع أصوات تنفسية أثناء الزفير يلي منسميه إكسبيغاتوريش آتم كورويش كلمة إكسبيغاتوريش جاي من كلمة إكسبيغاتسيون وتعني الزفير والأصوات التنفسية ممكن تكون إما صفير دس كيمن أو دس بفايفن وممكن تكون أزيز ويلي هي باللغة الألمانية دس بغومن أما بالنسبة لمرض الـ COPD فأهم العوارض اللي منلاحظة على المريض هو وجود سعال مزمن كرونيشا هوستن وغالبا مصاحب معه بلغم أو منسميه باللغة الطبية تاسشبوتوم ومنسميه باللغة الألمانية دا أوسفوف من أهم التغيرات اللي بتطرع على جسم المريض اللي بعاني من مرض الـ COPD هو إزرقاق في الشفايف أو بأطراف الأصابع ومنسميه دي لبن أو لا فينغا تسيانوز كلمة تسيانوز يعني باللغة الألمانية دي بلعوفة فيابون وهي بالعربي الإزرقاق وهذا الشي سببه الرئيسي هو نقص في الأكسجين منسميه باللغة الطبية دي هيبوكسي وباللغة الألمانية منسميه دي زاواشتوف مانجل مرض الـ COPD بحالاته المتطورة بيأدي إلى ارتفاع في ضغط شرايين الرئة منسميه دي بولمونالة هيباتوني هذا الشي بيجهد القسم الأيمن من القلب وممكن يأدي إلى قصور في القسم الأيمن من القلب دي غيشت هات بلاستونك أو غيشت هات انسوفيتينت وهذا التغير في القلب بيكون اسمه القلب الرئوي وباللغة الطبية منسميه داس كوة بولمونالة وأعراض الكوة بولمونالة هيبوكسي بيكون غالبا وزمات في الساق يلي منسميه دي باين أوديمة أو وزمات في الرئة دي لغين أوديمة أما بالفحص السريري فمن أهم الشغلات اللي ممكن تلاحظة لدى مرضى لتسي أو بيدي هي صعوبة في التنفس دي دي سبنو أو دي لوفتنوت فترة الزفير أو طول الزفير بيكون أطول يعني في اللغة إكسبيغاتسيون وأسواق تنفسية أثناء الزفير مثل الربو إكسبيغاتوريش آتم جرويشة يلي هي الأزيز أو الصفير تسبيغاتسيون ومن الأمور اللي ممكن تلاحظة أيضا هي ضعف الأصوات التنفسية يعني أبكشفشت آتم جرويشة أما بالنسبة لتشخيص الحالة فمن أهم الفحوصات اللي لازم تعملها هو فحص وظائف الرئتين عن طريق جهاز قياس التنفس يلي منسميه دي شبيغومتري لمحة سريعة عن هذا الفحص المريض بياخد شهيق عميق جدا وبيحاول يعمل زفير بأقصى قوة وبأقصى سرعة ومن كل الفحص بهمني واحدين أول واحدة هي حجم الزفير القصري واختصارة FAV1 جاي من جملة بنال إنكليزي وبالألماني منسميها وهي يعني حجم الهواء في الثانية الأولى من الزفير تعني واحدة بتهمني هي السعة الحيوية القصرية اسمها بالإنكليزي فاغتصارة FAVC واسمها باللغة الألمانية وهي تعني حجم الهواء اللي ممكن إخراجه بزفير قوي جدا بعد شهيق عميق جدا حاصل قسمة حجم الزفير القصري فاغتصارة FAV1 أو دي 1 سيكونين كاباتسيتيت على حجم السعة الحيوية القصرية دي فوتيتة فيتال كاباتسيتيت أو فاغتصارة بيعطيني نسبة هاي النسبة منسمية دي تيفنو اندكس ونقص هاي النسبة عن حد الطبيعي يعتبر إثبات لوجود إنسيدات في أحد المسالك الهوائية أو الشعيبات الهوائية يعني أما الفحص التاني اللي لازم تعمله فهو للتفريق بين مرض الربو الرئوي تاس أسمى برونشيالة ومرض الإنسيدات الرئوي المزمن وبهات الفحص انت بتختبر إذا ما كان الإنسيدات الموجود في المسالك الهوائية أو بالشعيبات الهوائية قابل للرجوع يعني أنك انت تقدر تفتح هاي المسالك هات الفحص منسميه باللغة الطبية لا ترتعب من الاسم قسم الاسم لأربع أقسام برونشو يعني الشعيبات الهوائية جاي من كلمة التشنجات لوزة يعني انحلال أو حل شيء معين والتيست هو الفحص فبيطلع معنا الاسم برونشو شباسمو لوزن تست وبشكل عام بهذا الفحص بيكون في عندك مريض بعد ما تحطه على جهاز الشبيغومتري وبتعمله قياس التنفس وبتاخد الواحدات اللي حكينا عليها من شوي وأهم واحدة اللي هي الف اي ف او اينز حجم الزفير القصري بتعطيه موسع قصبي مثل دواء السلبوتامول وبترجع بتحطه على جهاز الشبيغومتري وبتقيس حجم الزفير القصري مرة تانية إذا كان حجم الزفير القصري ارتفع بمعنى آخر تحسن الزفير عند المريض فهو غالبا معه مرض الربو وإذا ما كان فيه تحسن ملحوظ بواحدة الحجم الزفير القصري فهو غالبا مصاب بتائر انسداد الرئوي المزمن أو وطبعا ما ننسى الفحوصات المهمة اللي انت قادر تعملها دائما يلي هي الصورة الشوعية للصدر تسغنتكن توراكس أو الصورة الطبقي المحوري يلي منسميها دي تسيتي أو تي كومبيوتر توموكرافي وبآخر فقرة بدنا نحكي عن علاج مرض الربو ومرض انسداد الرئوي المزمن بشكل غير تفصيلي ولكن الكلمات اللي رح تجي هلا بهذا المقطع طويلة كتير ومعقدة كتير وما بتوقع ممكن تفيدك لفحص اللغة الطبية أما إذا كنت حابب تعيد معلوماتك الطبية وتراجع المعلومات اللي عندك أو عم تحضر لفحص تعديل الشهادة دي أبخوباتسيون فتعلا نشوف شو هو علاج المرض بالنسبة لعلاج مرض الربو فرح نقسم العلاج إلى قسمين في الحالات الإسعافية يعني أكوت ميديكاتسيون وهون في عنا مجموعة من الأدوية منسمية ناهضات مستقبلات بيتا 2 الأدغينية قصيرة المفعول بالإنجليزي اسمها short acting beta agonist واختصارها Saba أو S-A-B-A واسمها باللغة الطبية الألمانية Kurtz-Vergzamer Beta 2-Sympathomymetica وأهم الأدوية المستعملة فيها هي السالبوتامول أو الفينوتيرول وممكن بالإضافة لهذه الأدوية نعطي أحد أدوية الاستيرويدات القشارية التي اسمها corticosteroide إما عن طريق الفم يعني peros أو عن طريق الوريد يعني intravenous أما بالنسبة للعلاج طويل المددي داواتيغابي فهون عنا مجموعتين من الأدوية بنا نحكي عنهم أول مجموعة هي السيرويدات القشارية الاستنشاقية منسمية inhalative corticosteroide اختصارها ETSS وأهم الأدوية المستعملة فيها هي البوتزونيد والفلوتيكازون أما بالنسبة للمجموعة الثانية فهي ناهضات مستقبلات بيتا 2 الأدرينية طويلة للمفعول اسمها بالإنجليزي long acting beta agonist فأختصارها لعبة وباللغة الألمانية الطبية منسمية Langvexamer beta 2 zempatomimetic وأهم الأدوية المستعملة فيها هي الفورموتيغول والسلموتيغول أما بالنسبة لعلاج مرضي COPD فهون كمان عنا علاج في الحالات الحادة أو في الحالات الإسعافية أو عند الحاجة وبإضاف أداء كود وهون في عنا مجموعتين من الأدوية أول مجموعة حكينا عنا وهي ناهضات مستقبلات بيتا قصيرة المفعول سابا يلي هي السلبوتامول والفينوتغول والمجموعة الثانية اللي بدنا نحكي عنا هي مجموعة مضادات الكولين قصيرة المفعول اختصارها ساما واسمها باللغة الطبية الألمانية كوتس فيركساما أنتي شولي نياغيكا وأهم الأدوية الموجودة بهذه المجموعة هي الإبراتروبيوم بروميت أما بالنسبة للعلاج طويل للأمد دي داواتيغابي فهون كمان عنا مجموعتين من الأدوية بنا نحكي عنهم أول مجموعة حكينا عليها من شوي يلي هي ناهضات مستقبلات بيتا 2 الأدرينية الطويلة المفعول يلي اختصارها لابا واسمها باللغة الطبية الألمانية دي لانك فيركساما بيتا 2 زم باتوميمياتيكا يلي هي فورموتيرول زالميتيرول أما المجموعة الثانية فهي مضاطات الكولين طويلة المفعول اختصارها لاما اسمها باللغة الطبية الألمانية لانك فيركساما أنتي شولي نياغيكا وأهم الأدوية الموجودة فيها هو دواء التيوتروبيون بروميت وطبعا ما ننسى أنه مرضى السي أو بيدي بيحتاجوا غالبا إلى الأكسجين في المنزل لازم يقلعوا عن التدخين نهائيا ومرضى السي أو بيدي بياخدوا لقاحين جدا مهمين أول لقاح هو ضد الإنفلونسا وهو بيكون كل سنة يعني واللقاح الثاني هو اللقاح ضد المكويرات الرئوية يلي اسمه باللغة الطبية تيب نويمو كوكن ولهون ما نكون وصلنا لآخر الفيديو حابة بذكرك مثل كل مرة أنه هذا الفيديو وكل الفيديوهات الأخرى هي لتعليم اللغة الطبية وليست لتعليم الطب بالتالي هي ليست مرجع علمي وهون برجع بقال لكم يسعد لي أوقاتكم دكاترتنا ودكتوراتنا وطلاب الطب وكل واحد عم يحضر الفيديو وبشوفكم بالفيديو اللي جاي